نشرت جماعة طالبان باكستانية يوم الثلاثاء للمرة الأولى تقريرا تضمن لائحة بالاعتداءات التي قامت بها خلال عام 2015 مؤكدة أنها أدت إلى مقتل مئات الأشخاص التفاصيل في تقرير الزميلة ديمة نجم للمرة الأولى منذ ظهورها في باكستان عام 1994 نشرت جماعة طالبان الإرهابية تقريرا يتضمن لائحة بالاعتداءات التي شنتها خلال العام الماضي التقرير الذي نشر بلغة الأوردو يعدد الاعتداءات التي استهدفت قوات الأمن الباكستانية والشرطة والمسؤولين السياسيين بين الثالث من كانون الثاني يناير 2015 والسادس والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي تؤكد جماعة طالبان في تقريرها أنها ارتكبت 73 عملية اغتيال ونفذت 12 كمينا وشنت 10 هجمات كما تؤكد مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات انتحارية وعن 19 تفجيرا عبر عبوات ناسفة وكذلك عن إطلاق الصواريخ 17 مرة وبحسب طالبان فقد أدت اعتداءاتها إلى مقتل 686 شخصا خلال الفترة المحددة من العام الماضي لكن حصيلة الضحايا في بيانات تبني طالبان باكستان لهذه الاعتداءات غالبا ما تكون مبالغا فيها وفي هذا الإطار تؤكد الجماعة أنها قتلت 247 شخصا في هجوم على قاعدة بادابر الجوية في بيشاور في أيلول سبتمبر الماضي في حين أن الحصيلة الرسمية كانت 29 قتيلا فقط وفي هذا السياق يقول الخبراء أنه لا يوجد أي دليل يؤكد صحة حصيلة الضحايا التي تقدمها طالبان وهي مبالغ فيها في كثير من الأحيان مشيرين إلى أن مثل هذه الجماعات تعتقد أن هذا النوع من التقارير ضروري لإظهار قوتهم أمام الرأي العام في باكستان هذا وتعاني باكستان منذ سنوات من تمرد مسلح أودى بحياة نحو 27 ألف مدنيا وعنصر أمن بحسب موقع باكستاني يعنى بشؤون جنوب آسيا